هل تعتقد حضرتك أن مثل هذه المراجعات في أندونيسيا هل حيكون لها أثر على تهدئة الأجواء والحد من العنف والتطرف داخل أندونيسيا أو في هذه المنطقة بشكل عام وإزاي نقدر ندعم هذه الجهود كمجتمع دولي مع أندونيسيا هو طبعا لا شك أي مراجعة لجماعة بتقوم بعمليات عنف داخل المجتمع بتعمل نوع من الراحة داخل هذا المجتمع يعني بدل ما تمثل تهديد وتعمل عمليات عنف كبيرة يعني بالي دي قتل فيها 300 صحيح من أكبر عمليات الإرهابية بعد 11 ستمبر وبالتالي أن أقصد أن أقول حين تتوقف عن هذا بتعمل نوع من الهدوء أو الراحة في داخل المجتمع وده بيوفر بيئة مناسبة لإمكان حوار لإمكان إعادة التفكير لدى يعني اللي هم الشباب ودول مهمين جداً اللي محتمل يبقوا قصد أو هدف لمسألة التجنيد أو الحشد أو التعبئة أو الدخول في هذه الجماعات دول مهم جداً وبالتالي هذه إيجابية مهمة لكن على المستوى الآخر فيه جماعات زي نهض العلماء مثلاً على سبيل المثال زي الجماعة المحمدية وإن كان فيها بعض التسلف والتشدد زي الإعلام زي الجماعات الأخرى اللي هي لها طابع مدني في مسألة الحوار داخل المجتمع أنا عايز أقول هنا برضو أن الأزهر حتى على المستوى الأزهر هنا في مصر بيستوعب أو بيستقبل أعداد كبيرة من الشباب في أندونيسيا وإنت عارف أن أندونيسيا بتتبع المذهب الشافعي وبيجوا هنا يتعلموا في الأزهر التعلم في الأزهر بيروح يكونوا صفراء صحيح يعني صفراء للإسلام وصفراء للأزهر أو صفراء للفكر صحيح ده كان سؤالي القادم مع حضرتك حول دور المؤسسات الدينية في دعم وتعزيز قيم الإسلام أو الإسلام الصحيح بعد هذه المراجعات زي نقدر نسهم في ده طبعا كما قلت الأزهر الأزهر بيقوم بدور كبير جدا وخاصة أن هناك زيارات عديدة لدكتور أحمد الطيب إلى أندونيسيا وهذه الزيارات بيتم استقباله هناك استقبال حافل والأزهر بينظر إليه يعني حتى منذ أيام مؤتمر بندونجي سنة خمسة وخمسين أن الأزهر وبلد الأزهر ومشايخ الأزهر بينظر إليهم بنوع من الإحترام وبالتالي الأزهر عليه دور مهم بالإضافة إلى الكتاب والمفكرين بالإضافة للمراجعين نحن في حالات مراجعات عديدة حصلت وهذه المراجعات أنتجت كتبا يعني إحنا في حالات مراجعات فيه كتب أصحاب الخبرة فيها خبراتهم ووضعوا ما يمكن أن نسميه تأسيس فكر جديد للمراجعات فيه ناس ما كتبتش لا أظن أن الجماعة الإسلامية في أندونيسيا هتكتب لكنها يعني يمكن أن تستفيد مما كتبه المراجعون في مصر على وجه القصوات لأنه زي ما قلت لحضرتك أن الجماعة الإسلامية كان التأثير الخارجي عليها خاصة من العالم العربي ومن أفغانستان كان تأثير كبير كما كان هذا التأثير كبيرا في مسألة جذبها للعنف وجذبها للتشدد أيضا سيكون هذا التأثير كبيرا فيما يتعلق في مسألة المراجعات وتثبتها ودفعها إلى الأمان